اشتركوا في القناة 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 كل منطقة بلبنان كل منطقة كل دين نطبنا يمكن من الكاميرا بالإنجليزي وبالعربي بعد ما عملناها بالكاميرا ببيت الحنان صار عندكم كتير ديسة عندهم مشاكل عم تهرب تجيلة عندكم؟ يعني ما بنقدر نستقبل أكتر من عشرة نعم ولكن أنا متبعرفت أنه بالتابعيون مضبوط وفي منهم هلا تخلصوا من مشاكلهم يعني تخلصوا يعني صار كتير أحسن وهم عم يقدروا يعيش حياة طبيعية طبيعية وحسن يعطيكم العافية تحية كبيرة لكل إمرأة بتفكر تساعد إمرأة تتعذب شو ما كان عذابها كان جسدي أو معنوي مضبوط وعطينا الاسم بيت الحنان نعم لأن بفتكر أن الحنان بالحياة إذا الحياة ما عندها حنان ومحبة ما إلا معنى صح رسالة رائعة كمانة في كتب نحس أن كل روايتك هن شقفة من حياتك وشقفة من تجربتك كنت إمرأة يمكن اللي ما بيعفوك أنا تعرفت عليك مش من ذنين لو لكن غنيت وقت تعرفت عليك تجربتك بالحياة أنا كمان أنا بعدما بعدما خذت الحياة مثل ما حضرتك خذتها وربحتها كمانا كان عندك تجربة مع مرض السلطان وكتبت رواية رائعة فياج اللي كمانا ترجمت العدد من اللغة شو هات أدي حلو اليوم تكوني أنت خلال صار تحديتي المرض وصحيته ولكن شو حلو شو بتعلمك هالتجربة مع صراع مع المرض ومع الموت أكيد يعني هيدا الموضوع السلطان بكل المجتمع بس خصوصا باللبنان بيقولوا السلطان المرض اللي ما بتتسمى نعم تبو مع أنه ما مفروض ما بدون يحكوا على هالمرض مع أنه هالمرض عم بتسيب الناس أكتر وأكتر ما في شك عم بيزيد كتير كتير لأن وستراث والأشياء اللي عم ناكل والهواء اللي عم نشموا وكل شيء الماء وكل شيء يعني إذا ما منغير العالم راح يكون أكتر وأكتر سردان فأنا كتبت هال من 18 سنة سرلي سرطان السدر كتبت هالكتاب لأن حسيت إنه بدي أنا اتخلص منه نعم يعني مثل أوتو تيرابي أوتو تيرابي أوتو تيرابي كل كتب هيك ما في شك أوتو تيرابي يعني تعرف إنه الكتاب بتطهر كتير أم بتطهر 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 وحتى جرب ساعد ناس تانيين نعم اللي بيمرؤوا بها الحالة فلما كنت بالعلاج الكيموثيرابي كتبت شعر أو غنيي إذا ممكن غني نعم حكيدي أنا حيبة إني كتغنينا غنيي إنته مالتيا لا هالكتاب لا هالكتاب كنت بالعلاج نعم وكتبت غنيي بتقول أمنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر L'amour de ma vie Au-delà du temps L'éternel retour Emmène-moi Sur le fleuve qui coule à la mer Emmène-moi Vers la guérison L'amour de ma vie L'amour de ma vie Libre L'amour de ma vie Il y a de la fiction Mais il y a réellement Un éternel Il y a du C'est une étre de cette éveiline Il y a aussi des Nous-mêmes Des éternels Des éternels Il faut écrire Dans la voyage en cancer Devont Je suis un éternel هلا توفق من سنة ولكن هو كمان كان بعد ما انا شفيت هو مرض بالسرطان هو سخن وماشي فيه وسبعتاش سنة كان مريض بهالمرض فكتبت على مرضه وقال لي شكرا لأن الرجال ما بيحبوا يحكوا عن حالهم يعني ديت تحكي يتعبره شو هو كان مبسوط انه حكيت على مرضه كمان واخي كتب اعطيه هلا بالمعرض الفرانكفوني فام دو كربيسكول اللي فيه عدد من النساء عم بتخبر كل واحدة مأسيتها ولكن بالاخر كمانا فيه خرول وفيه رسالة امل اللي اليوم نحب نواجهها باخر السنة صوب السنة الجديدة كمانا شو بتاعت اليوم يعني اليوم حبي توجه رسالة لكل امرأة اكيد لبنانية اكثر شيء والمرأة اللي عم تسمعيك من العالم شو هي المرأة شو لازم تكون وشو لازم كيف لازم تتصرف قدام مشاكل او قدام امراض متل ما قلتلك قبل انا بفتكر اذا في المحبة والسلام والمرأة والرجال وكل الاشخاص في لبنان اللي من ديان اخرى يعني كلهم اذا بيقدروا يجتمعوا ويحبوا بعضهم ويعملوا من لبنان ما حل يكون منبع للمحبة منبع للمحبة ولا الحنان انا يريت هال ... هال ... هالسات اسبوع نسبا هذا الامل احنا نخلص حلقتنا باخل غنية اللي هي غنية الامل اللي بتا اللي بتادميه لكل انا بحب وجه كمانة اكيدة تمانيتي انشاء الله يكون سنة عامرة وسنة حلوة وسنة نلاقي فيها السلام والمحبة والفعيدة أكيدة ولكننا بنخلص الحلقة بغنيتك إبنين اشتركوا في القناة